ناس ونها هيعود عايزين نقول ان الغش كان في الطب زي ما هو فيه غش هنا وفيه غش في كل مكان فيه غش كمان في الاساس وبنسبة بقى ان العريس والعروسة وتجهيز العريس كتير جدا فئة كبيرة جدا في المجتمع ممكن يتعرض للنصب والغش التباري عشان كده احنا معانا الحج زكريا ابو الصعود اهلا وسهلا بحضرتك صاحب محلات الوهاب للموبيلي عايزين نعرف حج زكريا هنا هو الغش في الاساس يعني بيبقى ازاي الكلام ده يعني حضرتك يعني ممكن مثلا الزبون بيجي خش المعرض مثلا يخبط طب يعرف ايه ما بيخبط على الخشب يعني كتير او يخبطوا على الخشب دي هو انت يعني ايه الخبطة يعني مش عارف بتعمل ايه القبطة دي هو حاجة سهلة جدا بتفتح الدرج بتاع اي تسريحة لو قلنا مثلا دولاب او تسريحة مهو الدولاب مرتبط بتسريحة وكومودينو بتفتح اي درج اي درج بتشوف الاواين بتاع الدرج ده زان من غير ما تخبط ولا اعجبني الشكل فبقى افتح الدرج ليته تمام خشبه زان ومبقاش مدهون كمان لو مدهون يعرف ان هو يعني مش زان مش حاجة كويسة هو لازم يبقى زان؟ طبعا الزان ده مش عشان هو جامد الزان ده يعني السوسة يعني ما تبشيش فيه اه انما اي خشب تاني اه زان ارو وانت طالع كده ده السوسة ما تبشيش فيه اه انما البياض موسكي حاجة ده سهل السوسة تمشي فيه اه فده ده الغلو ما بين ده وما بين ده اه انما مش متانة بس اه انما عشان السوسة ما تبشيش فيه بس اه معمر معمر يقعد فترة كبيرة جدا يعني بدل ما يخبط ما يخبط لازم أنا معلومة جديدة أول مرة عرفها أن يبص على الأوايم وتبقى زان أقل حاجة زان يعني ممكن تبقى حاجة تانية في زان وأروه بقى وحاجات أعلى من الزان الأروه مثلا الأروه أعلى بس يعني عشان الشباب وعشان التكلفة برضو تبقى يعني إيه حاجة محترمة آه فحاجة المحترمة زان مثلا بعد كده بقى تلاقي حاجة بقى يعني إيه أقل في المستوى أقل في المستوى يعني ما تبقى الزان بقى فدي بقى إيه ده الغش اللي بقى في السوق يبقى ده غش تمام في حاجة زكريا أبو الصعود صاحب محلات الوهاب للموبيلية فيه هنا هوت أحيانا غرفة نوم هي نفس الشكل بتاع غرفة النوم اللي جان بيها مثلا ونفس اللون نفس اللون ونفس الديزاين يعني كل حاجة تمام بس السقن مختلف دي رخيصة ودي غالية ماهي الموضوع ده؟ الموضوع ده بقى إن دي أوائمها موسكي مثلا آه أو خشب أبيض آه ودي أوائمها زان آه أو أرو آه ده ده اللي بيفرق ده عنده آه الأرو طبعا بتعيش ماذا الحياة يعني ما بحصل لاش حاجة والزام برضو نفس الكلام الموسكي بقى والخشب اللابيات ده هو ده بقى إيه؟ دي المشكلة آه طب بالنسبة للتغبيط دوت انت قلت مش هينفع يعني بس فيه أحيانا لوح أبلاكاش مختلف يعني أنا شفت مثلا أحيانا غشت يصل إلى فيه خشب عامل زي الورق خشب الورق ده مش عارب يسموه إيه تمام خشب أبلاكاش صين أبلاكاش صين أبلاكاش صين يعني هو حضرتك طالما شفت الدرج آه قوايمه إيه؟ عرفت بعتوى القوضة من جوه إيه مش هيعمل الدرج بس زين آه وبقيت القوضة مش هيعملها زين آه ما تجيش دي ما تركبش على دي آه فطالما انت شفت الدرج من غير تغبيط ولا يعاد تفتح الدرج شفتوا قوايمه زين؟ أعرف إن القوضة كل لها زين من غير ما تقلب في أي حاجة آه لازم تبقى أس غصب عنه يعني ومش تغل غصب عنه آه آه ما هنفعش دي يركب على ده آه ده أول مرة يا جماعة إن أنا أنا أول مرة أعرف الكلام ده ويمكن أول مرة أسمعه آه لكن أديكم في صباح بكرة أحلى أنتو بتعرفوا حاجات كتيرة مع أنا الحاجة زكريا والصعود رب أنا أخليك صاحب محلات الوهاب للموبيليا آه فيه فيه إيه تاني ممكن ننصح بيه يعني اللي بيروح الشري الأساس يعني مثلا في أنتريم مثلا آه طبعا بيشوف يعني هو فيه حاجات بتبقى مكسية مش باينة بس بيشوف بقى التخانة دي إيه بييده كده حتى يعني مش لازم يجيب نجار ولازم يفتح القماشة ولا كده يشوف حتى التخانة إيه حتى لو هي موسكي برضو هتبقى يعني بيحسوا كده إن هي إيه خشبها كويس ده بس عشان الحاجة المكسية نعم نعم لو حاجة مثلا صالون مثلا خشبه مكشوف آه ده بيبقى باين طبعا آه طشتبه بيفرق فالقماشة نفسها بتفرق آه كل ده بيفرق في السعر في يعني الأنتريه ما بتقدرش تحكم عليه قوي لما تكون حاجة يعني رايح لناس موسوك فيها يعني وهو ده يمكن أخذ من حضرتك طرف الحديث أنا إزاي مثلا لو شاب أو شابة أو يعني مثلا الأهل رحيين يشيروا جهاز العروس أنا أختار المعرض إزاي يعني أنا إزاي سمعة آه أختار المعرض سمعة آه يعني مثلا ممكن يعني عن تجربة مثلا آه عن حد يعني قال لنا عليه طبعا أكيد يتعامل معاه ف يعني لو لو أنا مليش في النجارة أو كده ممكن أخذ مجار معايا آه ممكن أخذ مجار طب لو النجار متفق مع صاحب المهر ما دي مشكلة بقى بيحصل مجالكش قبل كده مثلا النجار كتير قال لك يا حج زكريا الوهابة أنا عاوز ويخدني على جنب يقول لي أنا نجار آه ويقول لي أنا نجار يعني يقول لي أقول له أهلا وسهلا ما أنت يعني أنت عندك ثقة في في الخامة في الخامة بتاعتك آه فأنا مش فارق معايا نجار أو مش نجار آه فأي حد لو أنا نجار وعنده يعني مبدأ هاي لأ الناس دي كويسة لأ حاجتها كويسة لأ حاجبها كويسة لأ سعرها كويس آه فده يعني إيه ده ده لي إيه آه ياخدني على جنبي يعني إيه يعني إيه طبعا عمل إيه طبعا إحنا عايزين كمان نعرف الناس الأسعار يعني مثلا لو عند حضرتك في المعرض آه أنا أنا شفت في المعرض عندك حاجات جميلة تمام دي حقيقة يعني تمام يا فنم ربنا بس أنا عايز أتأكد الراجل اللي قال للأسعار دي إنك إنتا ساعتها ما كنتش موجود لما عديت تمام قلت أشوف الحاجات الجميلة دي تمام آه قال لي أسعار رخيصة شوي تمام الأول بس عايزين نتفق تمام انت أقل حاجة الأوايم زين عندك وعندك مراحة أقل قوضة وأغلى قوضة آه اللي بيفرق بس الموديلات آه نعم كله زين كله زين أرخص حاجة وأغلى حاجة آه كله زين آه فاللي بيفرق بس الموديل الموديل آه دي موديلها يعني أحدث من دي شوية فبتبقى أغلى شوية فكده إنما يعني احنا عاملين عروض حلو قوي للشباب اسمه عرض المخصوص مخصوص للشباب آه فيعني أربع قوض مثلا آه باثنين عشرين ألف وتمنمية يعني طيب يعني يعني في 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 مساحة للشباب إن هم ياخدوا سعر أليم تمام يعني لما يبقى أربع قوض يعتبروا بسعر يمكن قوضة فيعني ده شيء كويس يمكن إحنا يعني عايزين نقول كمان إيه أنت كنت بتعمل بتجاهز مسابقة وده إن شاء الله يبقى بالتعاون مع صباح بكرة إن شاء الله بإذن الله أكيد آه 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 قول لي بقى إن شاء الله تبقى مسابقة يعني الدينية وفي مسابقة رياضية وفي يعني إن شاء الله في حاجات كتير جاية إن شاء الله يعني إيه في الأيام اللي جاية إن شاء الله في حاجات حلوة جاية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نحاول نساهم كده إيه للشباب اللي طالع فإن شاء الله بإذن الله يبقى حاجة كويسة إن شاء الله يعني إنت حضرتك أستاذ الحاجة زكريا الوهاب حاب الصعود صاحب محلات الوهاب للموبيليا تمام الأول إنت عندك في مبابة بس أو عندك في مكان تاني لا في مبابة وفي شبرة تمام طيب يعني نقول إحنا عشان نحية المدينة والكلام ده قريب ببابة شبرة دي شبرة إيه البلد شبرة رود الفارج اللي هي في رود الفارج تمام تمام عايزين نقول إن المسابقة إنت عاملها شيء من المساهمة تمام للشباب تمام بحيث إنك إنت تدي هدايا إيه الهدايا بقى اللي هتدي لهم عشان يعني يعني نحضر لكم يعني الهدايا دي تتعرفوها وتتحضروا نفسيكم يعني أنس بقى الأحداثة يا وجدي بيه ماجي يعني إن شاء الله يبقى ركنة إن شاء الله يبقى وزد أطفال إن شاء الله يبقى نيش إن شاء الله حاجات حلوة كتيرة جدا يعني إن شاء الله بيبقى يعني مثلا مع كل جهاز ممكن يبقى في شاشة ممكن يعني نحاول غسالة يعني نحاول إيه نساعد بقى على قد ما نقدر طيب إحنا عايزين نقول إن الحج زكريا يعني الوهاب أبو الصعود صاحب محلات الوهاب للموبيلية هو مواطن مصري جميل بيحاول بقدر الإمكان يساعد يعني الشباب في إنهم يلاقوا الحاجة الكويسة والرخيصة واللي زوها عالي ودوت يعني إحنا عايزين كل رجال الأعمال وكل الناس اللي بتشغل في جميع المجالات إنه حاولوا يساعدوا الشباب الجديدة بدون بنشكر حضرتك حاج زكريا الوهاب أبو الصعود صاحب محلات الوهاب للموبيلية وإن شاء الله يبقى فيه وعد بحلقات تانية عشان نقول لهم المسابقة ونقول لهم كمان الجوائز بإذن الله إن شاء الله يا فني طبعا أعزائي المشاهدين يعني جريدة بكرة أحلى يعني بتقدم لكم زي ما قلت دورة للصحافة الإلكترونية ديت لمحبي وهوات الكتابة الصحفية الإلكترونية وبنؤهلهم كمان للعمل في جريدة بكرة أحلى مهندس محاسب أيا كان لإن إحنا تملي بنحتاج التخصصات دي حتى في الكتابة يعني أفضل بكتير قوي من صحفي هي شغلته الصحافة بس إنه مهندس زراعي مثلا يعني يدينه معلومات لا لما يبقى الصحفي نفسه هو المهندس الزراعي أكيد هتخصص في الحاجة ديت بشكل كويس فبالتالي إحنا بنقدم لكم هذه الدورة بنقدم لكم كارنيكا مراسل أو محرر صحفي في الجريدة فأي حد عايز يتفضل معانا يتصل على رقم 011 55442823 أعزائي المشاهدين بعيد عليكم مرة تانية إن كانت الفقرة الأولى مع القانون معانا كان المستشار يسري شهاب المحامي في كل فقرة النهاردة كان بيعتزل عشان عنده قضية في اسكندرية إن شاء الله بالتوفيق أعزائي المشاهدين برنامج صباح بكرة أحلى السبت من كل أسبوع استمينا صباحا كنا سعداء معكم أرجو أن نكون قد أسعدناكم حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة أحلى